موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الاتفاق أو اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل هذا الاتفاق الذي أفار الجدل بلا أدنى شك وطبعا دائما أي قضية تتعلق بالكيان الإسرائيلي تثير الجدل واللغط وهذا الاتفاق جاء في ظروف إقليمية ودولية معينة مما زاد في هذا الجدل الكبير خاصة ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقف بعض الدول التي تباينت بين دول صمتت عن إعلان موقفها وأخرى باركت بقوة وأخرى خونت وبلغت منتهى التخوين وكما لاحظنا أن الأمر ذهب في فسطاتين الفسطات الأول هي دول غربية ودول مختلفة باركت هذا الاتفاق هناك من رفض هذا الاتفاق ويتمثل في السلطة الفلسطينية وهناك من خونا ونذكر تحديدا الحلف الإخواني التركي طبعا القطري والإيران هذا المثلث قام بالتخوين المطلق للإمارات العربية المتحدة من حيث المنطلق يجب أن نؤكد على أمر هام أن اتخاذ مثل هذه المواقف من الدول هي مواقف سيادية تعود للدولة نفسها وهذه الدولة أي دولة هي حرة في اتخاذ المواقف التي ترى فيها مصلحتها ولديها حساباتها في هذا الأمر حقيقة أنه من حيث المبدأ يجب أن نميز مطلقا بين الاعتراف والتطبيع هل الاعتراف بإسرائيل قائم في الدول؟ الدول بالإجماع طرى بأن الحل في فلسطين هي الشرعية الدولية وحتى السلطة الفلسطينية في عهد الراحة لياسر عرفات وما بعده أيضا احتكمت إلى الشرعية الدولية والشرعية الدولية طرى وتؤمن وتدعو إلى حل الدولتين معناه الاعتراف بدولة إسرائيلية وأيضا دولة فلسطينية تكون جارة لها إذن الاعتراف بإسرائيل كدولة في العالم وفق الشرعية الدولية أمر منتهي حتى الدول العربية كلها والإسلامية كلها ما دامت هناك التي اعترفت مباشرة ودعت إلى حل الدولتين ودخلت في مفاوضات وهناك التي لم تعلن مواقفها ولكنها ضمنيا ما دامت تؤيد الشرعية الدولية ودولة فلسطين في حدود السبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية فهو اعتراف ضمني بإسرائيل كدولة في المنطقة إذن الاعتراف هذا هو وضع حتى نبتعد عن المعواطف ودغدغة المشاعر الجماهير والتخوين وما إلى ذلك هذا هو الواقع هذا هو الواقع الدولي كل الدول تقول حل القضية الفلسطينية ضمن أطر الشرعية الدولية الشرعية الدولية تقول بحل الدولتين أي دولة فلسطينية على حدود السبع وستين معناها قضية إبادة إسرائيل ومحوها من الموجود هذه مجرد كلام وعواطف تدخدخ بها مشاعر الجماهير وحركات معروفة بتوجهات نعود إلى التطبيع إذن هناك فرق ما بين الاعتراف والتطبيع إذن الاعتراف الرسمي العربي موجود من حيث المبدأ سواء بصفة مباشرة ومن خلال العلاقات مع إسرائيل أو بصفة غير مباشرة عبر الشرعية الدولية ولا توجد دولة لا تعترف بوجود إسرائيل حتى إيران التي ترفع وتهدد إسرائيل هي تعترف ضمنيا بوجود إسرائيل وبحقها في الوجود وما إلى ذلك وهناك الكثير من التصريحات في هذا الجانب إلى جانب التنسيق الذي يجري تحت الطاولة ما بين إيران وإسرائيل وقواءه حتى كم من مرة هدد أحمد نجاد بمحو إسرائيل من الوجود ولكن بعد ذلك جاءت تصريحات أخرى نحن لا نريد أن نبحو إسرائيل من وجود وكذا 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 إذن لا توجد دولة يمكن أن تقول لا للشرعية الدولية فالقضية تتعلق بمواقف في الأمم وقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة لذلك هذه القرارات تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وفي نفس الوقت أعطت أيضا الحق للإسرائيليين في بناء دولته إذن هذا الاعتراف التطبيع قضية العلاقات الآن هذا هو وضعها إسرائيل معترف بها عبر زاويتين زاويتين قضية تطبيع العلاقات أن نعترف بوجودك شأن وتطبيع العلاقات شأن آخر تطبيع العلاقات نعرف كيف عدد دول تطبعت العلاقات نجد مصر عندها معاهدة كامو تيفيد عندنا الأردن عندنا السلطة الفلسطينية أصلا مضت معاهدة سلام نجد قطر لديها علاقات مع إسرائيل تركيا لديها علاقات مع إسرائيل المغرب لديها علاقات مع إسرائيل موريطانيا لديها علاقات مع إسرائيل إلى سلطنة عمال لديها علاقات مع إسرائيل الآن الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات مع إسرائيل ما زالت دول أخرى قادمة أيضا في الفطرة القادمة لديها علاقات مع إسرائيل إذن تطبيع العلاقات وفقا لهذه المقررات ليس كما يراد تصويره تطبيع العلاقات هي خطوة ثانية ما بعد الاعتراف الاعتراف تم كما ذكرنا إذن تطبيع العلاقات هو الذي لم يتم هناك دول ترفض ترفض هذه التطبيع العلاقات ونذكر في هذا السياق المبادرة العربية التي ظهرت في قمة بيروت والتي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي مبادرة كانت قوية بلا أدنى شك هذه المبادرة وضعت شروط للدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس إيقاف الاستطان أشياء كثيرة وهذه إذا تحققت بعد ذلك يمكن أن تكون هناك علاقات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى المبادرة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية نفسها في إطار الشرعية الدولية تحترف ترفق الجامعة العربية أيضا تعترف بهذا الشأن معناها أن الجامب الرسمي كله يعترف بوجود إسرائيل تبقى قضية العلاقات وتطبيعها مرتبطة بشروط تتمثل في الحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إذن هنا الإشكالية لكن الإشكالية القائمة أصلا لماذا يجري تخوين طرف وعدم تخوين الطرف أخر إذن قلنا الاعتراف قائم التطبيع هناك الذين طبعوا علاقاتهم وهناك الذين لم يطبعوا ولكن المواقف من التطبيع تباينت المواقف من التطبيع تباينت هناك من رفض وهناك من أيد وهناك من ندد وهناك من صمم هذا على عبر المسيرات حتى لما ذهب أنور السادات إلى تل لبيب ومعاهدة كام ديفيد في ذلك الوقت زارة النبيب ماذا حدث؟ نقلت الجامعة العربية مقر الجامعة العربية إلى تونس وكانت مواقف كبيرة ومنددة وكذا وكذا وفي النهاية ماذا حدث لاحق؟ باحقا التحق الدول الأخرى بهذا التطبيع لأن القضية يا جماعة تتعلق بشرعية دولية كبيرة فيها قوى كبرى متوافقة على هذا الأمر لا يمكن يا جماعة أنك أنت تفكك هذا الأمر بمجرد شعارات تطلقها أو من خلال الرفض أو مظاهرات أقول لكم يا إخواني هذه هي الحقيقة عندما أعلنت أعلن الوئة الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق ماذا حدث؟ رفعت تركيا سقف تخوينها للإمارات العربية بل أن الرئيس التركي الرجب طيب أردوغان قال بأنه يدر السحب السفير وتجميد العلاقات مع الإمارات العربية نعم من المفروض ما هو الجرم الذي ارتكبته الإمارات؟ الجرم الذي ارتكبته الإمارات في نظر تركيا يتمثل في علاقاتها مع إسرائيل هل تركيا لديها علاقات مع إسرائيل؟ لديها علاقات عميقة ومتجدرة هناك علاقة دبلوماسية السفراء سفير التركي موجود في تل لبيب والسفير الإسرائيلي موجود في أنقرة العلم التركي يرفر في تل لبيب والعلم الإسرائيلي يرفر في أنقرة التعاون العسكري التعاون الاقتصادي التعاون الأمني تبادل التجاري بلغ أرقام قياسية بين البلدين الطيران الإسرائيلي يحط في المطارات التركية والعكس أيضا هذا هو الواقع إذن من المفروض أن تركيا رفضت العلاقات الإماراتية مع إسرائيل من المفروض ماذا يفعل؟ يسحب أولا السفير التركي من تل لبيب ويطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة ويقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد وبعد ذلك يلعن الإمارات كما يشاء لكن أنك أنت لديك علاقات مع إسرائيل وتخون من لديه علاقات القضية إذن لا تتعلق بالتطبيق وهذه التي سوف نتحدث نعم أمر آخر نذكر مثلا نذكر حماس نذكر مثلا حماس حماس صنفت الاتفاق الإمارات بالطعنة الغادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وصفتها بالجبال نعم وصفتها بالجبال إذن هل هي؟ معناها حماس هنا لا تريد أي علاقة مع إسرائيل مشكلة الإمارات العربية أنها طبعت مع إسرائيل وهو الذي أغلب حماس هذا هو من المفروض الظاهر ولكن حماس نفسها باركت تطبيع علاقات تركية وإسرائيل بعد حادثة سفينة مرمى نعم هذه هي الحقيقة وها هي تشاهدون في الصورة حماس تعرب عن تقديرها لموقف أردوغان غادات تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية أعربت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو عشر سنين وهذا الموضوع فيه تسعة وعشرين ستة ألفين وستة عشر لموقف الرئيس أردوغان تجاه القضيفة ولجهودها لتخفيف الحسار عن قطاع غزة وذلك عقب الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية نعم وأصدرت حركة حماس التي تسيطر على كذا كذا بيانا وأكدت عن تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الاحتلال الإسرائيل إذن حماس عندما عادت من المفروض حماس التي ترفض العلاقات وتقول أنها ضد التطبيع مع إسرائيل ولا تعترف بوجود الإسرائيلي من المفروض عندما انقطعت العلاقات قطعت العلاقات ما بين أنقرة وتلبيب هنا تبارك الأمر وتدعو تركيا إلى قطع العلاقات نهائيا من المفروض هكذا ولا تبارك عودة العلاقات وتشيد بدعم إذن إشكالية هي إشكالية دعم وليست إشكالية علاقة حماس رفضت عندما قدم الملك عبد الله رحمه الله المبادرة العربية المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 باركها المجتمع الدولي مواقف دول أيدت كل الأطراف حتى الدول العربية باركتها كثير كثير من الأمور الوحيدة التي رفضتها في ذلك وقت هي حركة حماس واستغلت إسرائيل في ذلك الوقت عندما كانت تحت الضغط العربي والغربي استغلت رفض حماس حماس رفضتها وقالت أنها لا تعترف بإسرائيل أصلا بوجودها ولكن بعد المبادرة العربية في 2001-2005-2017 حماس تقبل بحدود 67 دون تنازل عن كامل فلسطين قبلت من حيث المبدأ القبول بحدود 67 هذا كلام فقط دون التنازل عن كامل هي فقط نوع من التضليل فقط هي قبلت بحدود 67 معناها أنها تعترف بإسرائيل هو نفس الذي جاءت به المبادرة العربية في 2002 بعد 15 سنة وافقت عليها حماس لأن هناك من وافق عليها إذا كان حماس ترفض تخون الإمارات العربية المتحدة على علاقتها مع إسرائيل من المفروض تخون الجميع تقطع علاقاتها مع تركيا تقطع علاقاتها مع قطر التي تتحكم فيها تقطع علاقاتها مع الجزيرة الجزيرة التي هي التي أدخلت الصهاينة وبينهم من سبب المقدسات الإسلامية عبر قناة الجزيرة من يريد التكرب منكم من يريد أن يتكلم معكم العالم العربي فاشل الأمة الإسلامية فاشلة من يريد من يريدكم أنتم شروا هزمة أخرجت للناس إذن لو كانت مشكلة حماس مشكلة حماسية علاقتها مع إسرائيل لا قطعت علاقتها كل طرف خلاص يأتي من يقول لي لا هي في ضيق ولديها رفض في حصار وكذا وكذا ومن الضروري أن تتعامل هي تتعامل مع إيران وتقول بأن إيران مقاومة وحلف مقاومة وليست لديها علاقته تكتفي بعلاقتها مع إيران مثلا لا إذن هي تبحث عن مصالحها حتى لو كانت مصالحة تأخذها من أطراف لديها علاقت مع إسرائيل إذن السؤال المطروح لماذا حماس تخون الإمارات العربية المتحدة على تطبيعها مع إسرائيل ولم تخون الأطراف الأخرى نحن لم تخون إذن القضية لا تتعلق بالتطبيع إذن تتعلق بأشياء أخرى لكن الأمر لم يقتصر على هذا فقط بل هناك تبرير فيقولون بأن هناك على تركيا لديها علاقة مصالح أن تركيا من مصالحها أن تقول لديها علاقات وهذه مصالح دولة إذن لماذا لا نقول الكلام نفسه على الإمارات العربية المتحدة لديها مصالح وهي دولة وهي أدرة بمصالحها لماذا نقول هذا الكلام على هذه الجهة ولا نقول هذه الجهة أخرى عندما رسل محمد مرسي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي رسالة إلى بريز وقاله صديقي العزيز وكما إلى ذلك في ذلك الوقت برروا له قال لك هذه العلاقة وهذه الاتفاقية ورفها من عهود سابقة ورفها من عهود سابقة ولا يمكن أبدا مضطر أن يكون لديه علاقات دولة لديها حدود ومش عارفون وخلقوا له كل التبريرات برروا له في حين لا يتم التبرير إلى أطراف أخرى عندما تكون في خصومة مع حماس حماس لماذا لا يقال مثلاً عن عبد الفتاح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أنه أيضاً ورث الاتفاق عن الذين سبقوه لا يقولون هذا الكلام بل يخولونه وكذا 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 مجلس حماس أتكلم على هذا المحور بصفة عام إذن الإشكالية أنه بل أنه هناك من يقول هناك من يقول بأنه الاتفاق هذه والعلاقات تخدم مصالح فلسطيني يعني لما تكون معها تركيا ترى ماذا قدمت العلاقات التركية الإسرائيلية التي انطلقت منذ بداية النكبة أو منذ بداية هذا بده احتلال فلسطين ماذا قدمت القضية الفلسطينية لا نسلم جدلا تلك العهود علمانية ومش عارف واش لا نعود فقط إلى العهد التركي في عهد أردوغان ماذا قدمنا هل أوقف الاستطان ماذا قدم أذكرون أذكرون عمليا ماذا قدم كلها عن طريات كلها عن طريات من أجل المصالح التركية وليست مصالح القضية الفلسطينية إي أبدا إذن مثلا على ظاهرة التبرير قضية التبرير نذكر تشاهدون في الصورة الآن موضوع تركيا ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع هذم الإسلاميون في الجزائر جماعة الإخوان في الجزائر تركيا ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع ترى لماذا لم يقول الإمارات ستبقى حليفة للفلسطينيين رغم التطبيع إذن المشكلة ليست في التطبيع المشكلة أنها تكون حليفة أو لا هل الإمارات العربية المتحدة قالت أن نتخلى عن قضية فلسطين من بنود هذه الاتفاقية أنه الدفاع لقضية المبدئية في الدولة الفلسطينية ترى هل قالت الإمارات أنها تخلت عن فلسطين أنا أقول هذا الكلام ليس دفاعا عن أي طرف أنا أحلل هذه التناقضات وهذا النفاق القائم في هذه القضية حتى نكون على بينا حتى نستعمل عقولنا ولا نخبط خبط عشواء ونخوض في أمور لا طائلة منها إذن القضية لا تتعلق بالتطبيع مثل ما لا تتعلق بالاعتراف مثل ما تتعلق بالاعتراف حماس بحد ذاتها تحترف بالشرعية الدولية كم من مرات تكلمت عن الشرعية الدولية والشرعية الدولية ماذا تعني تعني الاعتراف لوجود إسرائيل بحل الدولتين حماس همها فقط الإبقاء على دولتها قائمة في غزة هذا هو همها همها لو أنه بكرة يحدث اتفاق مع إسرائيل أو أنه حماس عندما كانت حماس في رئاسة الحكومة لم تعمل في تلك الفطرة على إلغاء الاتفاقيات ما بين الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل لم تعمل على إلغاء ما دامت في الحكومة ولديها وزراء وكذا وكذا حافظت على هذا الأمل إذن قضية قضية سلطة قضية مصالح مصالح حزبية وتنظيمية وليست قضية مصالح القضية هذه الحقيقة التي يجب أن نفهمها إذن التبرير القائم لتركيا وقطر قطر التي فتحت أحضانها لإسرائيل علاقات مالية كبيرة إيرا لا أحد ينتقدها أبدا بمجرد حتى تعطي ما دامت تعطي الأموال إلى حماس ما دامت لا تعاد الإخوان ما دامت قضيتها تدافع عن الإخوان أو تدافع عن المشروع الإخواني فهو لا يهمهم تطبيعها مع إسرائيل وعلاقاتها الأمنية وزيارات الرئيس الموساد الإسرائيلي إلى قطر وما إلى لا يهم هذا أصلا إذن ما هي القضية ما هي المشكلة المشكلة يا جماعة تتعلق بقضايا استراتيجية قضايا استراتيجية فقط استراتيجية أخرى لا علاقة لها بفليس فلسطين يجري استعمالها فقط من أجل الضغط على الآخرين وتخوينهم فقط من أجل المشروع المشروع الإخواني الذي ترعاه تركيا وتدعمه قطر وترعاه أيضا الإيران إذن هذا موضوع الفوضى في العالم العربي والإسلامي هذا هو الأساس تتعلق بهذا لو كانت الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات جيدة مع الإخوان ولا تعادي حلف الإخوان وعلاقاتها طيبة مع تركيا لا كان أول من صرح بمباركة هذا الاتفاق هو الرئيس التركي رجل طيب أردوان وأثاني بيان سيصدر يصدر من حماس التي تبارك هذا الاتفاق وتشكر الإمارات التي دائما تدعم القضية الفلسطينية وما إلى ذلك إذن القضية تتعلق بدعم مشروع وليس بقضية التطبيع لو كان هذا العداء فقط بسبب التطبيع ووضعوا الناس كلها في مسلة واحدة هنا في هذه الحالة في هذه الحالة نقول لديهم حق هم لديهم قناعة أنهم يقاومون إسرائيل ويرفضون العلاقات العربية معها والإسلامية وكل دول تعمل علاقة مع إسرائيل فهي تعاديهم وتعادي القضية الفلسطينية هنا نقول عندها ما الحق هذه قناعتهم إذن مشكلة مشكلة لقائمة مع الإمارات ليست تتعلق بالتطبيع ولا تتعلق بأن الإمارات باعت القضية الفلسطينية لأن كل من ربط علاقات مع إسرائيل ليس معناه أنه باع القضية الفلسطينية هي لديهم في منطقهم لأن الرئيس تركيا نعم لأن تركيا لديها علاقة مع إسرائيل ويباركون هذا الأمر ويفرحون به ويقولون يخدم مصالح مصالح الفلسطينيين بل أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابق وأن صرح هذا التصريح وقال بأن العلاقات مع إسرائيل تخدم القضية الفلسطينية إذا كانت العلاقات مع إسرائيل تخدم فلسطين وقضيتها وشعبها فلماذا لا ينطبق هذا الأمر أيضا على الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى التي لديها علاقات مع إسرائيل لماذا إذن القضية تتعلق بمحور ومشروع إذن ماذا يجري بالضبط الذي يجري أن تركيا تريد هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها علاقات قوية مع إسرائيل وتستعمل هذه العلاقات فيما يخدم مصالحها بناء على استعمال القضية الفلسطينية ولا تريد أن ينافسها أي أحد ونعرف بأن كل المشاريع الخارجية التي ليست من العمق العربي تستعمل قضية فلسطين إيران تستعمل قضية فلسطين تركيا الآن تستعمل قضية فلسطين لذلك لا يريدون لا مصر عندها علاقات مع إسرائيل يريدون فقط أن تبقى تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها علاقات مع إسرائيل وتستعمل هذه العلاقات فيما يخدم مصالحها وفقا لاستغلال القضية الفلسطينية لأن القضية تتعلق بمصالح تركية ولا أي مصالح أخرى فهي في كل الأزمات التي دخلتها تركيا همها مصالح وذا من حقها بعض يقول لي لماذا تتكلم الآن أنا عندما أعلنت تركيا عودت علاقات بعلاقاتها مع إسرائيل لم أنتقدها ولم أتكلم عن الموضوع أصلا لأن القضية قضية تتعلق بتركيا تتعلق بتركيا هي دولة ذات سيادة هي التي تقر مع علاقاتها ومصالحها وفق ما ترى لذلك أنا لا أتدخل فيها ولا أملي عليها نفس الشيء نفس الشيء ولكن أنه شيء الذي تفعله أنت وتحرمه فهذا للأسف الشديد لديه أوصاف أخرى لا يمكن أن أتلف فضلها إذن إخواني الكرام القضية هذه هذه الإشكالية هذه الإشكالية القائمة الإشكالية القائمة والصراع القائم وهذا الجدل القائم ليس له علاقة بفلسطين علاقة بمشاريع أخرى التركية هي تدعم المشروع تستعمل المشروع الأخواني في المنطقة من أجل نفوذها إيران تستعمل أيضا كل الطيارات الموالية لها سواء الميليشيات وغيرها أو حتى حركات سياسية تتماهى معها في إطار نشر الفوضى في العالم العربي الإسلامي من أجل تفكيك وتفتيتي وتشتيتي الدول العربية والإسلامية هذا فقط إذن هذه الإشكالية لو كانت الإمارات العربية المتحدة في خندق واحد مع التركية لا ربما أقيم لها حفل في أنقرة بمناسبة إذن التركيز الإعلامي والتحريض الإعلامي الذي طال الإمارات العربي بهذا الانتفار لماذا لا يكون نفسه الجزيرة فتحت المعر وأتت بكل المحللين الذين يطعنون ويخونون ويسبون ويشتمون الإمارات العربية على نفس الأمر الذي تقوم به التركية فترى لماذا لم تنتقل التركية استقبلت بيراز واستقبلت كل الوزراء المسؤولين الإسرائيليين هل عندما تستقبلهم قطر تستقبلهم قطر على أراضيها معناه هذا شيء جيد وعندما تكون للإمارات علاقات معها تقول هذا شيء جيد حتى تركيا قطر نفس الحسابات تريد أن تكون هي الدولة الواسطة ما بين تلبيب والدول العربية لأنها تدرك أنه لا أحد يمكنه الخروج على الشرعية الدولية لذلك تريد أن تسبق هذا الأمر هي منافسة على التطبيع فقط ومن أجل ذلك لا يريدون أن إسرائيل لا يقترب منها غير هذا المحور لأنهم يعلمون مدافقا هذا الملم وإسرائيل هي طفل مدلل للقوى الكبرى أمنها من أمن هذه الدول الكبرى والقوى الكبرى وأي طرف يكون واسطة فيما يحفظ أمن إسرائيل سيتلقى الدعم الدولي والرعاية الدولي هذه هي الحقيقة التي يجب أن نفهمها قد يأتي بعض يقول أنور مالك أن تتمهد لاتفاقات أخرى فيهم حتى أن يمكن السعودي الذي أعرفه أن السعودية لديها مواقفها المبدئية أن المملكة العربية السعودي هي التي قدمت المبادرة العربية في 2002 مبادرة عربية واضحة في بنودها ومعطياتها وفي إطار ما يختم الشرعية الدولية أنا في قناعتي ومبدئيتي أن الفلسطيني هو المعنى أولا وقبل كل شيء بهذه القضية وما يقرره الفلسطينيون في علاقاتهم مع إسرائيل اعترافهم رفضهم تعاونهم عدم تعاونهم هم الذين يقررون ونحن فقط أهل شخصيين أدعم كل ما يتخذه الفلسطينيون الفلسطينيون لديهم سلطة ولديهم مسؤولين ولديهم حركة حركة مقاومة ولديهم سفارات في الدول ومعترف به الدول هؤلاء الذين يمثلون فلسطين وهم الذين يتخذون القرارات التي تناسبهم ونحن نبارك أي قرار يتخذه الفلسطينيون بما يرعى مصالحهم فعندما تهجم عليهم إسرائيل فلا يستهجم علي أنا ولا تهجم عليك أنت أنت جالس في بلدك وفي بيتك في أمان هم الذين في خط النار هم الذين يواجهون هم أدرى بشؤون دولتهم هذا هو الأساس نحن ندعمه القنص الشريف لديه مكانتها في ثقافة الإسلامية في ديننا لدى المسلمين هذا من ناحية كمقدس ديني ولكن قضية الدولة يعني أولا وقبل كل شيء فلسطينيين ولا نزايد عليهم أن تجلس في بره وتزايد على فلسطينيين هم أدرى بشؤون دولتهم هذا الذي أؤمن به هذا الذي أؤمن به ما يقرره الفلسطينيون وما يتفقون عليه هم الذي يؤمن لذلك يجري محاولة تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية حتى تبقى دائما يبقى دائما القضية الفلسطينية محل تجارة من طرف جهات خارجية لذلك نجد نجد أنه كل عبر التاريخ أو ثورة جزائرية أكبر دليل على أن الثورة الجزائرية عندما انتصرت كانت لها حركة سياسية وجبهة سياسية واحدة هي جبهة التحرير الوطني هذه واجهة سياسية واحدة وواجهة عسكرية واحدة مثلا في جيش التحرير لم تكن هناك حركات مختلفة وكذا 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 فاستطاعت أن تتحر الجزائر في سبع سنوات من المقاومة المسلحة في ثورة أول نوفمبر الثورات الدول المحتلة لا يمكن أن تنتصر إلا إذا كانت لها واجهة سياسية واحدة وحركة مسلحة واحدة أما إذا تعدت الحركات المسلحة وتعدت ولاءاتها الخارجية فهي تفكك وتفتت الجبهة الداخلية لذلك يجري العمل على تفكيك الجبهة الداخلية عبر صناعة حركات مقاومة عبارة عن ضرائر لحركة فتح حتى تدمر القضية من داخلها نحن قد نختلف مع بعض الرؤى السياسية وبعض المواقف التي تتخذها حركة فتح ولكن الوجه العام والهدف العام وهذه حتى حدثت حتى هذه الاختلافات في أيامات الثورة الجزائرية بين الثوار الجزائريين حدثت من هذه الأمور لكن لم تكن هناك خلاف على الهدف الأساسي والاستراتيجية الأساسية لتحرير الجزائر هذا هو الأساس أما الأشياء الأخرى كلها فهي تضر ولا تنف إذن إخواني الكرام أنا أعطيت حوصلة وهذا هو الواقع لقضية وما أثاره ما أثاره الاتفاق اتفاق السلام بين الإمارات العربية والمتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية أي لذلك نبتعد على الكيل بمكيلين ونبتعد عن النفاق ونطرك الدول كل دولة هي التي ترى ما يناسبها وتقرر ما يناسبها أما أن تجعل التطبيع خيانة عندما يتعلق الأمر بالإمارات العربية والتحدة والتطبيع استراتيجية عندما تكون أو استراتيجية بناءة عندما يتعلق الأمر بجهة تحالفك أو تدافع عنك فهذا الكيل بمكيلين يدل على أن المشكلة ليست في التطبيع بحد ذاتها إنما المشكلة بمشاريع أخرى موازية ليست لها علاقة بفلسطين هذه بعض النقاط التي أردت إثارتها فيما يخص هذا الحدث الذي سيطر على الساحة الإعلامية وسيطر على مواقع السوشيال ميديا وصار الهدى الأول فهذا يطعن في ذاك وذاك يخون ذاك وإذا لم تتحدث الغريبة أن واحد يرسلك لماذا لم تخون الإمارات العربية المتحدة؟ يا أخي أنت لديك حسابك على تويتر وحسابك على فيسبوك خون من تريد طبل وزمر لمن تريد لماذا تريد أن تفرض علي المواقف التي تراها؟ أنا أنظر من زاوية أخرى لا تنظر منها أنت كما أنني أنظر إلى المشهد برمته ومن كل من كل الزوايا وليس من جانب ضيق فقط وبرؤية محدودة لا يمكن أن تحقق شيئا هذا هو الأساس الدول هي التي اتخذت موقف هناك دول عبرت عن رفضها لهذا الأمر ولكن أن تصل أنت لديك علاقات مع إسرائيل وتخون وذاك يكيل بمكينين عندما يتعلق بحلفه الإخواني فهو قضية استراتيجية وعندما لا يتعلق بحلفه الإخواني قضية خيانة وعماله وطعنة وكذا 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 وعمل جبان وما إلى ذلك من هذه الاستراحة أعتقد بأنه هذا النفاق وهذا الكيل بمكينين لا يخدم القضية الفلسطينية برمتها هذا هو المختصر المفيد في هذه القضية إذن إخواني الكرام هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة فيما يخص هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى ومواضيع أخرى إلى ذلكم الحين إن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله